اعلن الصندوق العالمي للأثار والتراث ومقره مدينة نيويورك الأمريكية عن انتخاب معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار بالإجماع لعضوية مجلس أمناء الصندوق كأول شخصية عربية تنال هذا المنصب وأكد الصندوق العالمي للأثار والتراث على أن انضمام معالي شيخ مي لعضوية مجلس أمناء الصندوق سيشكل إضافة نوعية لجهود المجلس في توفير الحماية للمواقع الثقافية الفريدة حول العالم وللمجتمعات التي تحيط بها من جانبها توجهت معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة بالشكر إلى الصندوق الدولي للأثار والتراث ولرئيسته التنفيذية على انتخابها لهذا المنصب الهام مشيرة إلى أن مملكة البحرين تمتلك من الخبرات ما يمكنها من المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لتعزيز مكانة التراث الثقافي المادي والمواقع الثقافية خصوصا في ظل ما يمر به العالم من تحديات جسيمة في ظل الوضع الراهن